أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه الأحداق وبنفع وإنصاف وقلب لين ماضاق هو الإيمان يرسم لي حياتي به يسمو فتشرق أمنياتي أنا كالغيث تعشقني دروبي صفات الغيث تشبهها صفاتي السرازبورغ مدينة فرنسية كبرى عامرة بأصحاب القلوب المسلمة لرب العالمين تشهد نشاطا تعريفي واسعا بالإسلام وتشرق بمهتدين أقبلوا على خير دين مراكز إسلامية تتسع لنشاط ديني واجتماعي هنا يتعلمون الفقهة والعبادات والمعاملات واللغة العربية وهنا يشد بعضهم أزر بعض وينظر البرء في عين أخيه المسلم فيجد السكينة والطمأنينة نحن الآن في مدينة سترازبورغ وهي عاصمة منطقة الألزاز من فرنسا وهذه المدينة لها قوارينها الخاصة في التعامل مع المسلمين تعالوا لنتعرف عليها يا أخواني تقع مدينة سترازبورغ شرقية فرنسا حيث يبلغ عدد سكانها قرابة 700 ألف نسمة وذلك شاملا المناطق المحيطة بالمدينة وهي مقر البرلمان الأوروبي والعديد من المؤسسات التابعة للمفوضية الأوروبية وتعد العاصمة الثانية للاتحاد الأوروبي بعد بروكسل وتعتبر قاصمة إقليم الألزاز الذي طالما تنازعت السيادة عليه ألمانيا وفرنسا وموقعها بالنسبة لأوروبا مفترق طرق لأنها قريبة إلى فرانكفورت وميونخ وزيورخ وتعرف المدينة بأنها نموذج للتسامح والتعايش بين جميع الأديان نحن الآن في بلدية ستراسبرغ حيث سنلتقي إن شاء الله مع نائب العمدة لنتحدث معه عن كيفية تعايش الجالية المسلمة هنا مع غيرهم من الطواف موسيقى ممكن تتعرف على شخصكم الكريم عن هذا المكان الذي أنت تعمل في؟ ج usar了 مسمى م intendى كلمة المح Time م псих Put record الكتاب الاستعمال المدين المحل المحل التحرك بالكتر لكن الحم لنهم يصبح موسيقى 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 تقريباً مجالتهم باية وقتها من انجب النامج وفرصة. ولكن من الثانيجية وحتى السيحة في العالمية هناك مجال التجارع في المدينة. ومن السجرية تتصعب لتحقل الولايات المتحدة فقام بحقًا للمنزل الأنية ومحافظة الأنية ومعات القصف من المنزل الأنية ومحافظة الأنية في المنزل ستنالي جيدة مكتبع تقصد تزن المنزل محافظة اللهم ومعاتها أنها تفتح بها ومن مدفعه بالتعامل في هذا الموقع في حالة شارلي أبدا كيف تتعلمكم مع المسلمين بعد هذا الموقع؟ وعلى رئيسية استمددت أنهم خصفاعدة. فهل يقولون أنهم فرقائنون ، أنهم فرقائنون كمسيح لديهم جائعين. فرقائنة اهلا فرقائنة. فهل يحاولون الواقع ويحاولون. ويحاولون من حروق. وليس حلوقون من حروقون. فرقائنة، 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 قد يمكن أن نساء دائما في المارجة في عمر في حالياً من أجل اجل من المنزل به في المنزل للملقاً من المنزل في النزل لديوهر من المنزل لم يكن هناك حالياً للمنى للمنانية ولمنى إلى المنزل المنزل ولمنى المنزل تعاليم ديننا الحنيف يا أخواني تدعونا للتعايش السلمي مع الآخرين الله عز وجل يقول لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين هل تنموني قامك مشاريع بحيث يخدم لجالي الإسلامي هنا في هذه المنطقة Alors en ce qui concerne Strasbourg il existait auparavant et il existe toujours des outils au service du dialogue interreligieux et au service du vivre ensemble donc à Strasbourg nous disposons déjà de ces outils et en réalité ces attentats ont été pour nous une raison supplémentaire de les encourager et de les poursuivre ils étaient en place ils vont continuer et ils vont s'amplifier il n'y aura pas forcément de moyens nouveaux ou d'actions nouvelles on peut les imaginer on essaye de les construire avec les différentes communautés religieuses à Strasbourg mais les outils ici fonctionnent et fonctionnent assez bien on pourra les détailler si vous le souhaitez parmi les actions que nous mettons en place à la ville de Strasbourg nous avons notamment un calendrier interreligieux dans lequel c'est un document unique dans lequel les fêtes religieuses de différentes religions sont mentionnées elles sont explicitées c'est à dire qu'il y a les textes qui accompagnent le pourquoi de ces fêtes donc c'est un acte cultuel et culturel très très fort vous avez côte à côte des fêtes catholiques des fêtes musulmanes des fêtes hindouistes des fêtes juives des fêtes Baï c'est vraiment un document qui est extrêmement intéressant et qui permet aux représentants des différentes religions de dialoguer ensemble pour produire quelque chose de concret nous avons également quelque chose qui est très apprécié qui est un festival de musique sacrée qui s'appelle les Sacrées Journées et dans lequel par exemple des chanteurs ou des polyphonies hébraïques juives ou catholiques iront chanter dans une mosquée et inversement des chants d'origine musulmane ou catholiques peuvent avoir lieu dans une synagogue toutes les combinaisons sont possibles encore une fois ça permet aux gens de se connaître à travers la musique et de s'apprécier et d'apprécier leur culture c'est quelque chose qui est très important pour nous la connaissance, la culture et le dialogue sont les fondements du vivre ensemble tel que nous l'imaginons à Strasbourg et de s'apprécier sur le monde et de s'apprécier sur le monde et de s'apprécier sur le monde les musulmans المترجمات الإجتقة لها أحساب المترجمات العام من المترجمات للغاية المترجماتين وهي المشاركة للغاية المترجمات بتكن مقابلين تقاضي على المترجمات ذلك في المثال الحاية شكرا لدينا فقط خائصى حتى الآن, المنسخة كبيرة مصدرية في مطالبها في المنزل، ويودت قامل من مالهل اليوم بإمكاني المنزل بخير، يوجد مع المنزل المنزل بشجارة في المنزل، هناك في المنزل، يوجد قصير من جميعها، وممارات جميعاً عام، وهو معموضات الأخوانية التي وقبل مع المشاهدة ومعلمات الأخوانية والكتولية من أنفسنا مثل تلك نؤيرة كلمة والكتولية وقال أنفسنا و les تقعين تجحول بكثير أعتقد أن نظرة الأخوانية من وقاحة الملعبوة لكي تجحولها الأخوانية المشاهدة سيحطة المسلمين حتى يتعاشوا مع محاولهم من غير المسلمين فهنا نعم surely نفسك نعم، 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 ونحن نعم، ونفعل مدين بحقنا جميع المنحات لنا نعم، وهو ما يسبب يا الجلوب تتاجونا، وربما نحن أن نقوم بعمل بحق السابق المستخدمة نحن الآن في حي مهم من أحياء استراتبوغ وفي هذا الحي منسبة كبيرة من المسلمين حوالي 60% من عدد السكان وزرت هذه المنطقة ووقفت على هذه الأرض ولم يكن هذا المبنى الذي خلفي مبنيا فعرضوا علي مسروع إقامة مركز إسلامي كبير في هذه الأرض فأثناء الحديث أخذتني سنة من نوم من كثرة التعب فألقيت بنفسي على الأرض ليأخذ قصة من الراحة ووعدت خيرا ورجعت بعد حوالي سنة وإذا به قائما على أشده فسألت من أين لكم بالمال من ساعدكم قالوا اعتمدنا على أنفسنا على الجالية فقلت إذا أنتم أبطال فقالوا نسمي هذا مركز الأبطال والجالية يا أخواني التي تعتمد على نفسها في إقامة مشاريعها الخيرية هي خير جالية والإنسان لما يبذل ماله في إقامة مسجد أو مدرسة أو أي مشروع خيري سيحرص عليه تماما الحرص ويحافظ عليه تماما المحافظة لأنه باذ المال فيه فتعالوا نتعرف الآن على مكونات هذا المركز الذي هو مركز الأبطال كما اتفقوا معي على تسميته بهذا الاسم ما شاء الله المركز الآن متكامل صحيح أن مكتم البناء لكن ما شاء الله أصبح على شده بعد أن كان أرضاً خالية من أي بناء عقل توصيف عام لهذا المركز نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما تعرفون بداية أمر اشترنا الأرض والحمد لله بنعمل الله وبمجهود من المصلين توصلنا إلى هذه المرحلة بحيث اشتروا بأنه تم إنجاج المراكز الأساسية قاعدة الصلاة ومرافق الموازية لها كذلك وهذا بخض الله تم في فترة وجيزة لا تتعدى سنتين والحمد لله سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية بحيث نقوم بتشهيد ما تبقي من عمل إن شاء الله هذا هو عبارة عن دور أرضي ودوران فوقه حالياً نعم إيش مكونات مكونات فالقاعة الصلاة فهي قاعة تحتوي على قاعة أرضية لها 6 بيات متر مربع بالنسبة خاصة للرجال وشرفتين خاصة للنساء والجانب على يميني وعلى يساري هناك مجموعة من القاعات للجانب التقافي والتكويني وبحيث يتكون هناك كذلك مركز مفتوح على غير المسلمين كذلك وحتى نشجع أن يكون هناك التعاون والتوازي بين مكونات المجتمع وكما تعرفون هذا من أكبر الأحياء بمدينة ستراسبور وهي مدينة برلمانيا معروفة وعاصمة أوروبا وعاصمة أوروبا وعاصمة أوروبية كما تعرفون ومن أجل هذا الدور الفعال كذلك بهذه الحي هناك 20 ألف نسمة أكثر من 60% منها من أصل المسلم 60% من زكان حي مسلمين نعم 60% من مختلف الجنسيات أكثر من مغاربة 30% مغاربة لكن الباقي من مختلف الجنسيات من الززائر وتونس وكذلك من الشيشان ومن البوسنة فحي متنوع الجنسيات يعني هذا المركز الرئيسي في هذه المنطقة إن شاء الله نعم أكبر إن شاء الله في هذه المنطقة وهذا يعتبر بحو الظاهر؟ هذا مدخل المشروع المدخل الرئيسي للمشروع وهنا أمامنا سوف إن شاء الله بهذه الجانب قاعة الصلاة كما ترون وهي كم مساحتها؟ مساحتها 600 متر مربع وعدد المصل بها يصل إلى 1200 مصلي يوم الجمعة الظاهر هذه فوق سدة إذن؟ نعم هذه سدة للأخوات للنساء كم مساحتها؟ مساحتها 250 متر مربع يعني تشير حوالي 400 مصلية 400 مصلية وهي على طبقين فهي سدة أولى والتانية دورين يعني؟ هي دورين كما ترون وفي هذا البهو إن شاء الله سوف تكون قبة المسجد اخترنا هذا الشكل المعماري حتى يتوازى مع الأشكال المعمارية التي تكون في هذه البلد بحيث يكون هناك التوافق ما بين الحضارة بين الحداتة والأصالة حتى كما تعرفون حتى لا نوقد نار التطرف تطرف من طرف الفرنسيين لا أقول من طرف المسلمين المسلمون في فرنسا يعيشون كمواطنين في هذه البلاد يعتزون بدينهم؟ نعم ولكن يحترمون القوانين التي تضبط المجتمع فهم أولا وقبل كل شيء مواطنون يتساوون مع الغير مع اليهودي ومع اللائكي ومع المسيحي ومع كل المواطنين لأنهم كمسلمين يطالبون بحقوقهم عن طريق المواطنة ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا مثل الصورة المرسومة في ذهن الفرنسي العادي وهي ربطه بين الدين الإسلامي والعنف لأن الإسلام دين السلام والمحبة والحوار والتعايش والتسامح هناك تحديات عديدة تواجه المراكز الإسلامية المنتشرة في فرنسا منها ما هو مرتبط بالخطاب الدعوي والظروف المحيطة بالمنطقة ومنها ما هو مرتبط بأحداث العالم وتأثيرها على مسيرة العمل الإسلامي خاصة بعد أحداث شارلي إبدو الأخيرة كذلك قلة الوعي والثقافة لدى كثير من أفراد المسلمين ينعكس سلباً على الإسلام ونظرة الفرنسيين إليه من نعمة الله على المسلمين في مدينة ستراسبوغ عاصمة الثقافة الأوروبية أن نائب العمدة وهو سيرتش أولير سننساء على تعداد هذا المركز ونحرر وإنطافه وأنا أريد أن نسألعه ومارا يوم في خلال هذا المركز أنا أنا أعجب أن نحن نتعرف في تعداد هذا المركز لأنه ليصنع هذا المركز في لنا لذلك لأعجب أن هذا المسلمين هو شبه لأتي هؤلاء للسجولين من هذا المرسلمين ومن surfل само الناس فقط من المنظمين فنحن نسا بطأ أحضر panel أجب أن نعجب أن نسمع أخضر الفرنسيين لذلك في الآهاب الأولى في هذا الموارج الذي يريد وحديثه لزيارة وزيارة من يكون متأكد من المكون وحديثه من خلالاته ولكنه من المشاركة يقبل وزيارة في دائمين وحديثه من شمالة وزيارة ومن ذلك أرسلوان وضعهم نحن، اضطعي نحن، يجب أن نحن 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 لديه ترجمة نانسي قنقر 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 قال لقريش الهبوا فأنتم الطلقاء بالرغم أنهم أعذوه هو وأصحابه وأخرجوه من مكة أليس في هذا دلالة على مدى سماحة هذا الدين بلى والله الآن ندخل من أحد أبواب المصلة الارتفاع كم ارتفاع؟ ارتفاع القاعة 18 متر وشعاع أو قطر القبة كذلك 18 متر وتعلو بستة أمطار الآن نحن واقفين على أرض الوقف وهي تكون آخر مرحلة من إنجاز المشروع فهذا المكان سوف تكون فيه ستة توابق طيب يعني كم ريعوه السنوي تقريبا؟ ريعوه السنوي يقدر ما بين 150 ألف أورو إلى 200 ألف أورو سنويا كم نسبة الريع حوالي؟ يعني 10% من الاستثمار ما بين 7.5 إلى 10% جيدة و هذا ينفق مرحلة على تسجير المسجد كذلك الملكز الإسلامي الكبير الذي سمعنا أنكم دعمتموه ومشكورين على ذلك لكن أريد أن أسألك ما مدى أهمية هذا الملكز في هذه الجالية الإسلامية وفي هذه المدينة عموما؟ أبداً 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 أعتقد أننا نصدره كل أجل الإنسانات معنى وفي الأجل الإنسانات المهربية وفي الأجل الإنسانات المهربية هناك كل مواجهة إلى المشاكل بالمجرم ومن أعتقد أننا نعمل نفسكم كل نحن يجب أن نعمل وعندما يتعاون الأشكال الإسلام يدعو إلى عفو و صفح إلى المقدار وأن من يتسامح في حقه ويعفو ويصفح عن المسيء إليه يكون هبيل الخلق قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فالإسلام يا إخواني يجيز أن ترد الإساءة بالمثل فتعاقب المسيء بمثل ما آذاك به ولكن المثل الأسمى في الإسلام أن تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عن من ظلمك فكن يا أخي كالغيث أينما وقع نفع أنا كالغيث تعشقني دروبي صفات الغيث تشبهها صفاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر